السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا في بيتنا مدرسة الحلقة النهاردة بنستكمل فيها الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه المتعلق بتطبيق منظومة الجدرات المهنية في التعليم الفني كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الجدرات المهنية ازاي بنعمل عملية تحليل للوظيفة ازاي بنقوم بعد تحليل الوظيفة دي من خلال مخطط خاص بمنهجية اسمها منهجية الديكم ان احنا نحلل واجبات ومهام ازاي ان احنا ناخد الواجبات دي اللي هي بتقابل الجدارة وازاي ناخد المهام اللي هي بتقابل عناصر الجدارة ونطلع منها معايير الاداء الحلقة السابقة اعتقد ان احنا ده يعني اتكلمنا عنه كويس قوي قوي وان احنا تقريبا قدرنا نفهم يعني بدايات الجدارة يعني ايه جدارات يعني ايه تطبيق جدارات في التعليم الفني يعني ايه اهمية تطبيق الجدارات في التعليم الفني مدير وحدة البحث وتطوير بختاع التعليم الفني. النهاردة الحلقة بتاعتنا اسمها منهجية بناء البرنامج الدراسي للجدارات. ومنهجية بناء البرنامج الدراسي للجدارات يعني ازاي انا ببني بقى البرنامج الدراسي. بيتبني ازاي. منهجية بناء البرنامج الدراسي اول حاجة هنتكلم عنها تطوير المنهج المبني على الجدرات برضو بنعمل عملية تسجيرها بمفهوم الجدرات يقصد بمفهوم المنهج المبني على الجدرات مجموعة من المعارف والاتجاهات والمهارات التي تتيح فرص متنوعة أمام المتعلم للتدريب عليها كي يتم إعداده وتأهيله عملياً بما يلبي احتياجات سوء العمل ويتفق مع ظروف العمل الحقيقي معنى ده إن إحنا لابد زي ما تكلمنا كده نعمل عملية تحليل وظيفي نعمل عملية توصيف مهني ده بيطلع من التحليل الوظيفي بنقدر إن إحنا نطلع بالواجبات والمهام ونقدر من الواجبات نطلع بالجدرات وعناصرها ومن المهام نوازن ما بين معايير التقييم والجدرات ومعايير التقييم بتطلع منها أسليب التقييم المختلفة والجدرات وعناصرها بتطلع عندي المحتوى طيب معايير التقييم التقييم اللي هو يعني شيء كده متعلق بالتقييم والتقويم والامتحانات وده بيبقاله أسليب تقييم وهنتكلم عنها بصورة مجازة لأن فيه زميل هيجي يتحدث عن التقييم والتحقق كاملا للتعليم الفني في حلقة أو اتنين إن شاء الله يتعلم والجدرات وعناصرها دي اللي احنا بنقلف منها أو بنقوم بإعداد المحتوى الدراسي من خلالها طيب نيجي نشوف أن هناك علاقة تبادلية ما بين المنهج المبني على الجدرات وما بين المعايير المهني طيب لو المنهج المبني على الجدرات بيقوم على النقاط أو العناصر الآتية عنوان المقرر، وصف الوحدة، مستوى المؤهل أو الشهادة عنوان الوحدة، ملخص مخرجات التعلم، معايير التقييم المحتوى شروط أسليب التقييم وإن المعايير المهنية قيمة على جدرات الوحدة مواصفات أو مواصفة الوحدة، العناصر، معايير الأداء، نطاق الإتاحة، دليل الشواهد هتلاحظوا أن فيه ترابط ما بين مثلاً وصف الوحدة ومواصفات الوحدة ما بين مستوى الشهادة وجدرات الوحدة ما بين عنوان الوحدة وملخص مخرجات التعلم والعناصر ما بين معايير التقييم ومعايير الأداء لأن أنت من خلال معايير الأداء بتقدر تحط معايير التقييم أو بتقدر تقيم ما بين المحتوى وأسليب التقييم وإداء دلة الشواهد التي تدل على تنفيذ الطالب لهذا المحتوى ما بين الشرط ونطاق الإتاحة طيب، لما بنيجي بقى نعمل مخطط لوحدة المخطط ده بيكون غالباً في صورة الجدوى اللي احنا شايفينه ده هنا بقى فيه عندي اسم الوحدة وعدد الساعات بتاعتها والنقاط بتاعتها قد إيه واسم الوحدة بحط فيه عنوان الوحدة بتاعتي يمثل عنوان مقتضب صغير لكل وحدة بعنوان ما يكررش تاني في أي حزمة تدريبية أخرى في نفس التخصص وفيه عندي واصف الوحدة واصف الوحدة ده اللي هو بيوصف الوحدة وبيبط ما بين محتويات الوحدة والمهارات اللي هتحققها الوحدة دي وبيوضح المعلومات الضرورية في حالة امتماء الوحدة إلى حزمة تدريبية أخرى يعني لو فيه وحدة هيبقى ليها وحدات مكملة أو هي نفسها وحدة دراسية مكملة الوحدة تانية ده بيربط العلاقة ما بينهم بس عشان أوضح لكم الجزئية دي يعني مثلا لو أنا بتكلم مثلا في تخصص يعني هقول تخصص كده ممكن يكون متعلق بحياتنا كلنا في بيوتنا مثلا وإذا كنت بتكلم على تكسيات تكسيات الحوائط والجدران تكسيات الحوائط والجدران ممكن أكسي الحوائط والجدران بورع حيطة بورع حاقت وممكن أكسيها بدهنات وممكن أكسيها بمنظر طبيعي وممكن أحط عليها استارة فاكسيها بقماش تمام هنا بقى لو أنا هعمل دهنات وهحط فوق الدهنات هلزق منظر طبيعي مثلا فوحدة الدهنات دي وحدة بتدرس لوحدها ووحدة لزق ورق الجدران في تخصص الزخرافة والديكور وحدة أيضا بتدرس لوحدها تمام فهنا لابد إن أنا أنوه في وحدة لزق ورق الجدران إن أنا لابد أكون أعديت الحائط من حيث مع جنته وصنفرته ودهنته وديته وشه واتنين وديته وش الضهارة وسبته يجف أقول في وحدة لزق ورق الجدران لما أجي أشرحها وإزاي هلزق ورق الجدران وإزاي هرسوا على الحيطة وإزاي هلزقوا كده أقول إعداد السطح كما سبق ذكره في وحدة دهان السطح وأذكر اسم الوحدة دي يبقى هنا ده اللي بيحدد الترابط ما بين الوحدات إذا كانت وحدة يعني أنا هشتغلها جديد ومرتبطة بحاجة هتيجي بعدها أو وحدة هشتغلها جديد ومرتبطة بحاجة جت من قبلها نرجع تاني نشوف مهارات التوظيف في البيان ده بتظهر مهارات التوظيف القياسية لكل وحدة مبنية على الجدرات البيان ده بيقول المدربين والمساعدين يبصوا في المعلومات الوردة في ملخص المهارات اللي بيتم استخدامه في تنفيذ الوحدة وده يعني بيشترك فيه سوق العمل مع المعلمين مع الموجهين مع خبراء الأكاديميين يعني عشان يطلعوا ده المتطلب السابق يشير إلى الوحدات الأخرى التي يتعين على المتدرب اكتيازها بنجاح كمتطلب سابق قبل دراسة الوحدة المذكورة هنا مرتبط برضو بنقطة شرحناها قبل كده مرتبط بإيه لابد ان الطالب مثلا اللي هيلزق ورق جدران او هيتعلم الوحدة في تخصص الزخرافة والدكور اللي هيقوم بلزق ورق جدران فيها او لزق مناظر طبيعية لابد ان يكون اكتاز الوحدة بتاعة الدهنات يكون اكتاز الوحدة بتاعة الايه الدهنات اللي هو المتطلب السابق لهذه الوحدة لانه مش هينفع ان انا ألزق ورق جدران على الطوب الأحمر او ألزقه مباشرة على المحارة الخشنة فلابد ان انا اكون قعدت السطح سدت مسامه مع جنته صنفرته دهنته يبقى هنا ده متطلب سابق لوحدة لزق ورق جدران ان يكون تم اتعلم ده ونفزه وعدى منه وكان جدير به ونجح فيه طيب نيجي بعد كده لتطبيق الوحدة يبرز هذا القسم الفرعي نطاق تطبيق الوحدة التدريبية المبنية على الجدرات والغرض منها فيه سياقات مختلفة على سبيل المثال من خلال اظهار كيفية التطبيق في مكان العمل يعني لابد في ده الوحدة اللي انا بقوم بتدريسها دي لابد انها تكون متوافقة ان الطالب يقدر ينفزها فعلا مايجيش في مكان العمل يلاقي مكان العمل مختلف مختلف تماما عن المكان اللي هو اتضرب فيه على الامر ده يبقى هو بيتضرب في الجدرات في نفس البيئة او بيئة صناعية مشابهة او بيئة يعني تم تقلدها لمكان العمل عشان لما يجي ينفز هو بينفز في نفس البيئة فبالتالي مايبقاش التنفيذ عنده فيه نوع من الخلال لان احنا قلنا ان بيئة مكان العمل مهم من حيث الاضاءة بتاعتها من حيث التهوية من حيث عدم وجود مخطر فيها مافيش اشعة الشمس قوية مافيش اضاءة قوية يعني كل ده بيئة العمل مهمة جدا نيجي ليه مجال الجدارة مجال الجدارة اللي هي النقطة اللي قبل الاخيرة دي بيعكس الطريقة التي يتم بها تصنيف الجدارات اما على شكل حزمة تدريبية او يدل على خطاع الصناعة او التخصص او الوظيفة وهو مخطر اختياري في تصميم شكل الوحد مجال الجدارة ده يعني مثلا لو انا بتكلم على جدارات متعلقة بالاعمال الانشائية الاعمال الانشائية في تخصصات معمارية عندنا متعلقة بالاعمال الانشائية لها حزم تدريبية في كل تخصص يعني تخصص الخرصانة المسلحة ليه حزمة تدريبية ازاي بيعمل الشدة الخشبية ازاي بيبتدي يفرد الحديد بتاعه المسلح ويبتدي يعمل عملية التربيد بتاع الحديد ازاي بيتم يعني خلط الرمل والزلط والاسمنت مع بعضيهم في خلاط بسرعة اقد ايه بنسب اقد ايه ماهدي حسن يعني كل دي بتمثل كل واحدة فيهم بتمثل حزمة تدريبية ازاي بيتم الرفع ده وصبوا فيه اللي هو الفرم الخشبية اللي هي شيلة الحديد بتاع الايه التسليح فلابد هنا ان يرتبط ده بمجال الايه العمل سواء كان مجال انشائي او مجال انشاءات معدنية او مجال زراعي او مجال كهربي وطاقة يعني ده النقطة الاخيرة نبص عليها قطاع الوحدة ايه هو قطاع الصناعة اللي مرتبط بي الوحدة دي وده تصنيف الجدارات يعني يعني مهم جدا من التصنيفات الخاصة بقطاع الوحدة اللي انا بقلفها يعني عندي برضو العناصر وعندي معايير الاداء وعندي المهارات والمعارف المطلوبة وعندي اشتراطات تنفيذ الوحدة وعندي اللي هي التقييم بيتم ازاي دي حاجات لابد ان انا اعرفها واعرف ايه هي عناصر الاداء المتعلقة بيها ومعايير الاداء المتعلقة بيها طب نيك نبص بقى على هندسة البرنامج الدراسي القائم على الجدارات المهنية بهندسه ازاي ازاي بعمله ازاي بصمم منهج للجدارات المهنية واللي عايز اقوله ان الجدارات المهنية ازا كانت تطبق في التعليم الفني فهي ايضا يمكن تطبقها في عمليات التدريب عمليات التدريب في اي مكان عمل ممكن يعني قائد العمل اللي عايز يدرب العمال او الموظفين او المهنيين اللي عنده يتبع نفس المنهجية في التدريب بس طبعا في التدريب بيكون ايه يعني أقل شوية لأن انت ممكن في تدريب يعني تبعد شوية عن بعض المعارف وتركز أكتر على الأداءات طيب منهجية بناء البرنامج الدراسي وفقاً للمعايير التعليمية بتتم على مرحلتين وهنشرح المرحلتين دي بس لابد أن احنا نعرف أن المعايير التعليمية هنا تعتبر بمثابة اللغة التي يستطيع أن يفهمها خبراء التربية أو مطوري المنهج إذا تم ترجمة كل الواجبات والمهام المطلوبة إلى جدرات وعناصر فرعية في سورة مخرجات تعلم تتضمن معارف ومهارات وسلوكيات كما تتضمن المعايير التعليمية وتقوم أيضاً بتحديد طريق تقييم الجدرات ومتطلباتها المختلفة يبقى المعايير التعليمية دي هي المنهج بتاعي أو هي الوسيقة بتاعتي اللي أنا بمشي عليها أثناء تطوير المنهج أو أثناء إعداد المنهج واللي بتظهر فيها الواجبات والمهام المطلوبة والعناصر بتاعتها والمعارف والمهارات وبرضو بنحدد فيها طرق تقييم الجدار طب نتكلم بقى عن المرحلة الأولى في أعداد الإطار الخاص بكل منهج طيب تصميم مقترح الإطار العام للمهنة بيبقى فيه إيه بقى؟ بيبقى فيه أول حاجة وصف المهنة أول حاجة إيه؟ وصف المهنة إذا كنت أنا مثلا بتكلم على مهنة خاصة بمطعم مثلا يعني الراجل ده اللي هو مثلا الشيف فيه داخل مطبخ المطعم بنعمله عملية وصف مثلا للمهنة بتاعته بيقوم بإعداد الوجبات الساخنة والباردة بطرق أداءات مختلفة وبعمل وصف للمهنة دي طبعا مش خبير في المهنة بقى لأن أنا بدي إيه؟ يعني مثلا يقرب لي شوية ويوضح شوية ونغطي بيها كل الأنشطة بتاعت التعليم الفني سواء كانت فندوقي أو زراعي أو صناعي أو تجاري تاني حاجة السياق المهني تالت حاجة السياق المهني هو المهنة دي فأني سياق في سياق فندوقي في سياق مطاعم واجبات سريعة يعني السياق الايه؟ المهني الأنشطة الأساسية بتاعت المهنة الجدرات الأساسية لكل مهنة المهارات والمعارف والسلوكيات المطلوبة ماشي؟ يبقى ده أول حاجة بنراعيها في تصميم مخترح الإطار العام لكل مهنة احنا بنعمل لها إطار وفقا لمنظومة الجدرات المهنية بصف المهنة بحدد السياق بتاعها الأنشطة الخاصة بالمهنة الجدرات الأساسية للمهنة المهارات والمعارف والسلوكيات تاني حاجة بعمل عملية تحقق من الإطار العام من خلال رجال الصناع يعني بجيب رجال الصناع اللي في المجال ده ورجال الصناع اللي في المجال ده بيقولولي إيه الأنشطة الرئيسية المطلوبة عندهم في المهن بتاعتهم أو المهن اللي بتدور جوه المصانع بتاعتهم وغالبا بيجيب المهندسين والمدرين التنفيذيين وأحيانا بيجيب رؤساء العمال وأحيانا العمال يذكر لي الأنشطة الرئيسية إيه في المهنة بتاعته ويقول لي إيه هي الجدرات الأساسية لكل مهنة احنا كده عرفنا يعني إيه جدرات وبيقول لي إيه هي المعارف والسلوكيات المطلوبة النقطة التالتة تنفيذ التوصيات الخاصة برجال الصناع والانتهاء من سياغة الأطار العام أنا بقى جبت رجال الصناع وأعدت معاهم وعملت الأجزاء السابقة اللي هي اللي احنا نتكلم عليها نفذنا توصيات رجال الصناع عملنا أو عملنا عملية سياغة للإطار العام أو الوثيقة الخاصة بالمهنة أو الوثيقة الخاصة بالإيه بالمهنة الوثيقة الخاصة بالمهنة دي اللي بتقول لي المهنة دي عبارة عن إيه واللي هيتخرج منها لي إيه وعلي إيه وإزاي بيقدم مهنته طيب أنا عشان هنفذ التوصيات بتاعتجال الصناعة بنفذ التعديلات اللي هم طلبوا أعدل في الإطار بتاعي واشيل وحط وفقا لللي هم موجهوني لي واعمل بقى الصياغات التربوية بتاعتي اللي هو رجال الصناعة ما اللهمش فيها ولا يعرفوها لكن هم ليهم في التطبيقات او تطبيق الفن انا ابتدي بقى احدث الصياغات التربوية بتاعتي وفقا للسلوكيات والمعارف والمهارات والاداءات والاتجاهات المطلوبة من الطالب بتاعي لما يدرس هذا المنهج نيجي بعد كده نعمل عملية تحقق من متطلبات الشهادة الدراسية الشهادة الدراسية دي لها متطلبات اعمل تحقيق لمتطلبات شهادة دراسية في الايه الاطار بتاعي بعد كده ابتدي بقى اعمل بناء هيكل البرنامج الدراسي بناء هيكل البرنامج الدراسي انا اقدر تحدد الوحدات الدراسية من خلال الجدارات الكبيرة كل جدارة كبيرة اسم وحدة يعني لو انا ذكرتلكم قبل كده وحدة لاز ورق الجدران كل جدارة يعني دي 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 جدارة كبيرة ده عنوان للوحدة لاز ورق الجدران مثلا طيب الجدارة الكبيرة دي جواها مجموعة ايه عناصر كل عنصر دي معايير ايه اداء ابتدي بقى ايه افتت ده وابتدي عشان ده انا انا هقوم بقى باعداد المنه اقلف المحتوى الدراسي بتاعي من خلال النقاط والعناصر والمعايير اللي انا حددتها دي كمان هقدر اوزع عدد الساعات بتاعت الجدارة دي يعني الطالب عشان يحصل على جدارة لازق ورق الجدران محتاج كم ساعة عشان يقدر انه هو يعني يقوم بتطبيق لازق ورق الجدران لغرفة بمفرده او بمساعدة مساعد تمام نيجي برضو تصميم الوحدات الدراسية لجدارات التعلم مدى الحياة انه هي الجدارات التصقفية او الثقافية بحدد عدد الوحدات الدراسية للجدارات التصقفية تصميم الوحدات اللي بتخدم الجدارات الفنية تحديد التداخلات والتكامل بين الوحدات المختلفة الجدارات التصقفية دي يعني ده جانب معرفي مهم من الجوانب الموازية لتعلم الجدارات الخاصة باي مهنة يعني اقدر تديله جزء كده في اللغة العربية عن تاريخ المهنة بتاعته وبدأت ازاي ومن اشهر الناس فيها وايه اهمية المهنة دي بالنسبة لاقتصاد الوطني والاقتصاد القومي وهل المهنة دي يقدر الطالب ده بعد ما يتخرج يقوم فيها بمشروعات ريادية لا لا لابد ان الوحدات دي تصقفية دي تكون بتخدم التخصص تكون بتخدم الجدارة الفنية العامة والمتخصصة وعمل تدخلات وتكاملات ما بين الوحدات التسقفية والوحدات الفنية العامة والوحدات الفنية المتخصصة بعد كده أصبح المنهج أو الإطار بتاعي جاهز الإطار بتاعي بعد ما أصبح جاهز هنا أصبح جاهز للاعتماد بيتم عرضه مرة أخرى على رجال الصناعة عشان يعتمدوا الجال الصناعة بتطلع على الإطار بصوا لقوا التعديلات اللي هم طلبوها تمت بصوا لقوا أن جميع الجدرات اللي موجودة في الإطار ده فعلا بتؤسس لخريج ماهر وجدير بالعمل لديهم في أعمالهم بيقول لك أن هذا الإطار يتوافق مع متطلبات سوء العمل وبيوقع على الإطار وبيختم بختم الشركة بتاعته وطبعا كل الإطار بيحتاج له من شركتين لثلاثة لأربع شركات وفقا للمهام الواجبات والمهام الموجودة داخل هذه الإطار المنهجي وهنا يبقى فعلا سوء العمل اعتمد ده بيتم اعتماد الإطار بعد كده من سيادة نائب الوزير وبعد كده بيتم اعتماده بيرفع للاعتماد من معالي الوزير هنا عندما يعتمد من معالي الوزير يتم إصدار القرار الوزاري الخاص بهذه المهنة طب احنا كده قلنا المرحلة الأولى في إعداد المنهج الدراسي القائم على الجدارات المهنية المرحلة الثانية بتشمل تصميم الوحدات الدراسية ده بيشمل تحديد مخرجات التعلم لكل واحدة دراسي مخرج التعلم اللي هي عناصر الجدارة اللي هي ايه عناصر الجدارة كل الجدارة لها نقاط تحتها اللي هي العناصر الرئيسية مخرجات التعلم تحديد معايير الأداء لكل واحدة دراسي وشرحنا معايير الأداء في الحلقة السابقة وايه أهمية معايير الأداء وهل هي ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا تزيد ولا تقن كمان تحديد الموارد والأدوات والمعامل اللازمة لتنفيذ الوحدة الدراسية موضوع الموارد والأدوات والمعامل الوحدة الدراسية عشان تتنفذ داخل مدارس التعليم الفني لابد ان احنا نعرف عدد طلابنا اللي هما دخلوا على البرنامج ده عددهم كان عشان اقدر احدد انا محتاج مكان دراسي مساحته قد ايه وبالتالي لو عددهم كان زايد بدل ما هيعودوا في ورشة واحدة هيعودوا في ورشتين المعدد والأدوات والأجهزة والمعدات اللي انا محتاجها ايه الخامات اللي انا محتاجها ايه معايير الامن والصحة والسلامة المهنية اللي هلاء الطلاب اثناء الدراسة بتكون عبارة عن ايه كل ده لابد يبقى موجود وبيرفع ليه الوزارة وبيتم اعتماده عشان الطلبة قبل ما يدخلوا الدراسة يكون ده متوفر ليهم برضو بنحدد الانشطة اللازمة لكل وحدة دراسية كل واحدة دراسية ليها مجموعة من الانشطة وهنا الانشطة بتاعتنا بتكون انشطة فنية منهجية فصلية وفي عندي انشطة اخرى موازية وفي عندي انشطة تانية اسرائية فلابد ان انا احدد الانشطة دي والانشطة دي بتتكامل فيما بينها ليه زي مثلا الانشطة الخاصة بالتوجيه والارشاد المهني الطالب ازاي يقدر يتعرف ان هو يكتب سيفيل نفسه يقدر يتكلم عن المهنة بتاعته لو وقف وسط مجموعة يتكلم ويقدر يعبر عن نفسه وعن مهنته يقدر يتكلم عن طموحاته يقدر يخطط لمستقبله هو ده يعني جزء كده من التوجيه والارشاد المهني وده ليه عدد كبير من الخبراء والمعلمين في التعليم الفني هم منصقين للتوجيه والارشاد المهني لطلبهم كمان انشطة الابتكار دخل في مناهج التعليم الفني من فترة وبصورة اساسية في مناهج الجدارات الابتكار لطلاب التعليم الفني الطالب بيدرس ازاي يقدر ان هو يحول فكرة موجودة لابتكار جديد يقدر ان هو يعني يطور من فكرة فيطلع بحاجة تانية جديدة وهنا يوصل لمرحلة اللي هي مرحلة الابداع بقى الشخصي والابداع الشخصي ده بيخلق في الطلاب الثقة في النفس ودي حاجة مهمة جدا من الحاجات الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين التي يجب ان يكتسبها اي طالب في اي مكان في العالم طيب ايه تاني عندي كمان مهارات غيادة الاعمال ما هو الطالب ده يعني مش لازم ان هو هيطلع يتوظف وعلى فكرة يعني يمكن الجزئية الخاصة بالتوجيه والارشاد والابتكار والابداع وغيادة الاعمال في زمله بازن الله تعالى هيجوا يتكلموا ويبقى فيه نفرض لها حلقات اسرائية يتكلموا عن ده هنا كلم يعني ايه وجود التوجيه والارشاد المهني ووجود ريادة الاعمال والابتكرار والابداع في مناهج التعليم الفني ايه اهميتها ايه الادوار اللي بيقوم بيه منصقين ريادة الاعمال والابداع ومناصقين التوجيه والإرشاد المهني في التعليم الفني بيقوموا بإيه للطلاب وبيعلموا الطلاب إيه والأنشطة دي بتجعل الطلاب يعني أكثر ارتباطا بمكان الدراسة ومكان التعلم طلاب التعليم الفني بالفعل وأقدر أقولها بنسبة كبيرة جدا رغم أن بعضهم يعني من أسر متوضعة ولكن الطلاب أكثر ارتباطا بمكان الدراسة بتاعهم أكثر ارتباطا بمعلمينهم معلمين التعليم الفني مؤمنين أوي بالفكرة اللي هم بيقوموا بيها ولذلك تلاقي عدد كبير من معلمين التعليم الفني مبادر يعني ايه مبادر يعني بتلاقيه عنده استعداد أن هو يتطوع للعمل بدون أجر لأنه عايز يحقق فكرة معينة لأنه عايز يحقق رسالته في تعليم الطالب لأن أغلبه أغلب معلم التعليم الفني بيفكروا كويس قوي أن ده هو اللي بقى لهم علم نافع ينتفع به نيجي نتكلم على النقطة التانية اللي هي التحقق من الوحدات الدراسية من خلال رجال الصناعة طيب هو رجال الصناعة رجعوا الإطار هل كده دورهم انتهى؟ يعني رجال الصناعة في المرحلة الأولى مسك الإطار ورجعوا واعتمدوا وقال لك هذا الإطار يعني قابل للتطبيق ويتوافق مع متطلبات سوق العمل طيب هل كده دور رجال الصناعة انتهوا؟ لا ده رجال الصناعة موجودين معنا في كل الخطوات بتاعتنا طيب هنا بيعمل إيه؟ لما أنا بألف أو بعد الوحدة بتاعتي اللي هو أحيانا بل يعني في أغلب الوقت بيديني الماتيريال الفني بتاعه وأنا بأخذ الماتيريال ده أعمله ديزاين وفقا ليه اللي هو المنهجية التربوية اللي لابد إنه يطبق بيها هذا المنهج على الطلاب نحن عندنا هنا اتنين خبرة بيقوموا بالعمل ده الخبير اللي بيديني اللي هي المهارات الفنية وهو محتاج إيه مهارات فنية والخبير التربوي اللي بياخد ده يحطها في أولب تقدر الأولب دي توصله للطالب من خلال المنهجيات التربوية الحديثة فأول حاجة تحديد أسلوب تنفيذ الوحدة تقييم مدى ارتباط الوحدة بالجدرات الخاصة بالمهنة تقييم أسلوب الأنشطة وهل هي بتحاكي لبيئة العمل الحقيقية ولا لا لابد قوي أن الأنشطة اللي بيقوم بيها الطالب داخل المدرسة الفنية في منظومة الجدرات تكون تحاكي تماما بيئة العمل الحقيقية أو تشبه لها بنسبة كبيرة المرحلة اللي بعدها بقى بنيجي لسياغة محتوى الدراسي للطالب اللي هو بنسميه دليل الطالب دليل الطالب بعمل زي الكتاب المدرسي كده دليل الطالب ده بحط فيه كل حاجة هتبقى مع الطالب كتاب مدرسي فيه الوحدات بتاعته الجزء المعرفي بتاعه هيكون إيه موجود التمارين اللي هو هينفزها هتكون في أنهي سياق وعبارة عن إيه موجود بعض الأسئلة وبعض أسليب التقييم اللي هو هيتعرض بيها موجود الإجراءات الحسابية والخاصة بالتكاليف والمؤيسات والخاصة بالتخطيط وإقدارة الإنتاج بتاعته موجود في الأول خالص يعني إزاي بيقدر يحافظ على نفسه داخل مكان العمل اللي هي المعاية الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية كل ده بيتم سياغته في محتوى الدراسي للطالب اللي هو دليل الطالب دليل الطالب اللي فيه تحديد المحتوى المعرفي التدريب العملي جداول التجارب كل حاجة موجودة في دليل الطالب بعد دليل الطالب دليل المعلم دليل المعلم ده بيقى مع المعلم بس المعلم بيبقى معاه تنين بيبقى معاه دليل المعلم ودليل الطالب الطالب بيستلم دليل الطالب بس طب دليل المعلم موجود فيه إيه بقى فيه إزاي يطبق الأنشطة دليل تطبيق الأنشطة يعني إيه خط مرسوم للمعلم يمشي عليه أثناء تطبيق الأنشطة بس مش خط جامد مش خط جامد خط مارن لأن احنا بينسيب للمعلم برضو الجزء اللي هو اللي فيه مرونة التطبيق عشان زي ما بيقولوا كده كل الشيخ وليه طريقة في معلم هيوصل لإكساب الطالب هذه المهارة أو الجدارة عن طريق تطبيقها بأسلوب وواحد تاني هيطبقها بأسلوب مختلف ولكن في النهاية دليل تطبيق الأنشطة ده هو اللي بيقوله في النهاية لازم اصل إزاي لتطبيق الأنشطة دي وبيديله طرق للوصول عندي استمارات التقييم كل نشاط بيقوم بي الطالب لاستمار التقييم وهنتكلم عن استمارات التقييم دي بصورة سريعة وهيجي زميل يشرحها بصورة أكثر يعني أكثر توسع يعني لنفهم ده قوي 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 يعني وبإذن الله تعالى هنفهم وهنتطمن على إزاي أولادنا بيتم تقييمهم وبعد كده هنخش على نمازج لأسلوب التقييم وفي عندي التحقق برضو التحقق من الأدلة للطلاب والمعلمين وده بيتم من خلال طربويين متخصصين وبيتم التحقق أيضا من خلال المعلمين وده يعني هيبقى فيه حلقة خاصة أو حلقتين للتقييم والتحقق في أجدارات المهنية في مدارس التعليم الفني قبل الجامعي والنقطة دي اللي هي بتتكلم على التدريب على تنفيذ البرامج ما ينفعش إن أنا المعلم أدي له برنامج جديد وأقول له خطة ببق بعض المعلمين عندها القدرة على كده في بعض المعلمين عندها القدرة أنها تاخد برنامج جديد وتقعد مع نفسها وتدرب نفسها ماشي بس دول أعداد محدودة قوي لكن باقي المعلمين اللي هيطبع عندهم الجدارات لابد أن يتم تدريبهم على جدارة جدارة وإزاي هيوصلها للطالب طبعا غالبا الجدارات دي في مجال التخصص يعني أصلا المعلم ده تخرج من كليته أو تخرج من المعهد تكنولوجي بتاعه في التخصص ده وبيدرس بقاله 20 سنة أو 25 سنة أو 15 سنة أو 10 سنين في المجال ده فهو فهمه وبتمر الحاجات دي قدامه لكن هو لابد أنه احنا نبعث له متخصصين ومدربين يكونوا مرسوا العمل ده بأيديهم ويخلوا كل معلم قبل بداية العام الدراسي أو أثناء يعني إيه بناخد جزء من المدرسة وجزء تاني بيبقى جوه المدرسة وجزء بيطلع يتدرب يعني إزاي يقدر يطبق ده بإيده قدام الطالب وإزاي يقدر يعلم الطالب يعني تطبيق هذه الجدارة مش كده بس التوجيه الفني يعني المعلمين بيتدربوا والتوجيه الفني بيتدرب لأن التوجيه الفني بيروح بعد كده يعمل عملية تقييم وتحقق للمعلم أثناء العام الدراسي ويشوفوا هل هو طبق الجدارات دي مع الطلاب ويبتدي يعمل عملية يعني تقييم وتحقق ده من الاستمارات الخاصة بالتقييم وتحقق للطالب ودي برضو مرحلة هتتشرح بعدين طيب إيه هي بقى مميزات برامج التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات يعني احنا لازم نعرف مميزات ده إيه أول حاجة ارتباط البرامج الدراسية والجدارات الفنية باحتياجات سوق العمل يعني خلاص ما عادش فيه حاجة موجودة حشو في جوة كتب ومش موجودة في سوق العمل لأن سوق العمل نفسه هو اللي بيشترك معانا في تصميم المناهج دي فبقت مرتبطة ببعضي البرامج الدراسية دي والجدارات اللي بتعليمها الطالب دي وفق الاحتياجات سوق العمل تاني ميزة تدريس المحتوى للطلاب بيتم بشكل متكامل لجميع العناصر يعني الطالب بياخد معارف بياخد مهارات بياخد سلوكيات مهنة فيما يخص سلوكيات المهنة دي بقى دي من الحاجات المهمة قوي دي لأغلب رجال الصناعة والمستثمرين قالك هاتلي طالب عنده اخلاقيات هاتلي طالب محترم هاتلي طالب بيراعي ربنا اثناء العمل وانا هعلم الوزارة او الحكومة المصرية قالت لي لا دا انا هجيب لك طالب باذن الله تعالى وده اللي بنأمل ان هو هيتحقق باذن الله تعالى هنجيب لك طالب عنده معارف عن المهنة اللي انت هتشغله فيها هنجيب لك طالب عنده مهارة للتطبيق في المهنة دي هنجيب لك طالب عنده اخلاق وسلويكيات مهنة وانحنا عشان نصل لده لازم تتضافر جهودنا كلها ما بين الوزارة والمدريات والمدارس والتوجيه والمعلمين واولياء الامور والاعلام لازم كل الجهود تتضافر عشان نقدر ان احنا نطلع بالمخرج ده الطالب بتاعنا الخريج بتاعنا اللي احنا هيعتبر سفير لنا لو طلع يشتغل في دولة خارج مصر زي خرجين بعض المدارس في الدول اللي هي الاسيوية او جنوب شرق اسي اللي بيبقى احيانا مطلوبين في بعض الدول اكتر من العمال او الفنيين بتاعنا احنا هنوصل باذن الله تعالى ان احنا نبقى نمبر واحد في المهنة دي او في المهن دي باذن الله تعالى من المميزات برضو الغاء الموضوعات الغير مرتبطة بالمهنة شدنا الحشو ادينا مساحة اكبر للوقت لتطبيق والتنفيذ المهارة غيرنا بقى منظومة الامتحانات او يعني يعني الاسم العلمي بتاعها التقييم لتصبح اكثر ارتباطا بمهارات ايه الطلاب ومعتمدة على الادلة وبقى فيه منظومة تحقق داخلي وخارجي لتدعم منظومة التقييم يعني فيه ناس بترائب التقييم والتحقق باذن الله تعالى يبقى فيه حلقة كبيرة عنها ونقول ان تم اختيار المدارس لتطبيق منظومة المناهج المبنية على الجدارات في مية وخمسة مدرسة بدءا من العام الدراسي 2018 2019-2020 والعام الدراسي 2020-2021 وباذن الله تعالى بداية من العام الدراسي 2021-2022 هتضاف 300 مدرسة اخرى ليصبح العدد 405 مدرسة تمثل تقريبا او قريبا من ربع تعداد مدارس التعليم الفني في مصر او 20% منها وفقا للمعايير التي اكدت عليها خطة مصر للتنمية المستدامة في الجزء المتعلق بالتعليم الفني اول حاجة ودي اكد عليها سيادة الرئيس ان يتم تمثيل جميع محافظات الجمهورية في تطبيق هذه المنظومة مراعاة كسافة الفصول بحد اقصى 40 طالب للفصل ان الدراسة تكون بالصف الاول بنظام اليوم الكامل عدم قبول فصول مهني ملحقة او طلبة بنظام العمال بالصف الاول في المدارس دي ولكن يعني دي لسه يعني بيتم النظر فيها طبعا عشان يبقى في فرص لولدنا الطلاب على نظام المهني او نظام العمال يعني توفر هيئات التدريس والتوجيه واعتقد ان الدولة في الفترة القادمة باذن الله تعالى هتسعى للتوسع في دعم المدارس بهيئات التدريس توافر الورش والمعامل والتجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج الدراسية توافر ادارة مدرسية متميزة لان التعاليم الفني بيبقى قائم قوي على الادارة المدرسية كل مكان الادارة المدرسية فيه فريق عمل بيدير المدرسة بدءا من مدير الادارة لكل مدرسة ومعونيه من السادة النظار والسادة الوكلاء بتنجح المدرسة لان هم بيقدروا ان هم يحتووا العاملين في المدرسة من معلمين ومن يعني مشرفين صيانة ومن عمالة وايضا ده بيؤدي ان لما جو العمل في المدرسة بيكون جو يعني صحي قائم على التعاون وقائم على الإصار وقائم على يعني التطوع للعمل ده بيؤدي ان حتى الطلاب في المدرسة بيكتسبوا هذه الطاقة الإيجابية الموجودة في المدرسة ولذلك احنا لما بنظهر بعض المدارس في بعض المناطق في الصعيد او في بعض اللي هي البلاد المحافظات الأقاليم بتلاقي مستوى الطاقة الإيجابية بين الطلاب والمعلمين في هذه المدارس عالي جدا بتلاقي الطلاب عندهم يعني يعني تربط قوي 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 ما بينهم وما بين المعلمين بتوعهم بتحس ان انت دخلت بيت وسط أسرة ما بتحسش انت دخلت مدرسة يعني يعني قائم فيها يعني التعامل فيها قائمة بين المعلمين والطلبة على السلطوية والقوة لا قائم على المحبة وقائم على ان الطالب بينفذ ما يطلبه منه المعلم بايه بسعادة لانه هو حاسس ان ده المعلم ده والده او يعني هو اللي بيرشده للطريق الصحيح في مجال العمل فبالتالي بيبقى فيه جو جميل جدا في هذه المدارس كمان الوزارة بتقوم بتدريب المدارسين بالمدارس المرشحة طبعا ده بيتم بالتعاون ما بين الاكاديمية المهنية للمعلمين باذن الله تعالى الى ان تعمل الاكاديمية المهنية لمعلم التعليم الفني اللي هتكون قائمة على حاجات كتيرة جدا خاصة بمعلمين التعليم الفني وتدريب معلمين التعليم الفني وبإذن الله تعالى هيبقى لها يعني مستقبل حلو جدا مع الشباب اللي هيتعين جديد ان شاء الله في التعليم الفني ومع جيل الوسط وهيبقى فيه ارتباطات كبرى ما بين هذه الاكاديمية وما بين بعض الجامعات التكنولوجية اللي هي الخاصة بالتعليم الفني يعني بإذن الله تعالى هيبقى فيه يعني افضل وتاريخ افضل للتعليم الفني في الوقت اللي جاي بإذن الله طيب بندرب المعلمين على ايه بيتم تدريب المعلمين على الجدرات الفنية الخاصة بالبرامج الجديدة وفقا لكل برنامج وبيطبق بإيده عشان يقدر يعني فقد الشيء لا يعطيه فهو هنا لما هي هيطبق الشيء بإيده هيبقى عارفه فهيوصله كويس للطالب وده للوزارة حريصة على أنها تقوم بي التدريب على استراتيجيات التعليم والتعلم والمناسبة لهذه المنظومة الجديدة منظومة الجدرات ليتحول التعليم إلى تعليم يدور حول الطالب متمحور حول الطالب النقطة التالتة التدريب على أدوات وأسليب التقييم المناسبة لمنظومة الجدرات المهنية والنقطة الرابعة التدريب على منظومة التدقيق والمراجعة الداخلية والتحقق طيب ايه اللي بيتم تدريب المعلمين فيه بالمدارس المرشحة اول حاجة بيبقى فيه حقيبة تدريبية بيستلمها طبعا كل معلم لما بيجي يتدرب تأهيل معدي الحقائق بالتدريبية وفق لمنظومة الإدارات حقيبة تدريبية دي عشان تتعامل تم تأهيل معدي هذه الحقائق بالتدريبية تأهيل عالي جدا من جهات دولية تأهيل مدربين التعليم الفني وفق لمنظومة الإدارات برضو تم تأهيل مدربين من جهات دولية ومن قبل وزارة التربية والتعليم وخبراء التربية والتعليم في التعليم الفني وفي منهم عدد كبير جدا على مستوى عالي جدا جدا من المهارة ده بيتم وفقا لإستراتيجيات التعليم والتعلم المستخدمة وفقا لمنظومة الجدارات المهنية وتم أيضا تأهيل المدققين الداخليين والخارجيين المدقق الداخلي اللي هو المعلمين داخل المدرسة والمدقق الخارجي وفقا لمنظومة الجدارات والجودة مش هنتكلم بقى على منظومة التقييم لمنهج المبنية على الجدارات لكن هنقول آخر حاجة إن في ليحة جديدة تمت للتقييم والتطقيق وفقا لمنهجية الجدارات دي قائمة على الأدلة لكل طالب ملف إنجاز بروتوفوليو خاص بيه من سنة أولى سنوي فني لغاية ما يحصل على الدبلون بتاعه سلوب التقييم فيها بيتم عن طريق التقييم التراكمي والتكويني وامتحانات تقييم الجدارات النهائية واسلوب التقييم الجمعي ونتائج الامتحانات جدير أو غير جدير احنا كده اتكلمنا على منظومة الجدارات بصورة شاملة سواء في هذه الحلقة أو في الحلقة السابقة يضوبك الجزء اللي احنا مغطناهوش كويس هو الجزء الخاص بالتقييم والتحقق وده بإذن الله هيتم إفراد حلقة أو حلقتين خاصين به الحلقة دي زي ما قلنا موجهة للسادة المعلمين في المدارس اللي هيتم فيها تطبيق الجدارات جديدة وموجهة للسادة أولياء الأمور يعرفوا إيه اللي هيتم أولادهم ها يتعلموه داخل هذه المنظومة والأي حد مهتم بمنظومة التعليم الفني ونقدر نقول بإذن الله تعالى في ظل الجمهورية الجديدة وفي ظل سيادة أو عهد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي جاي إن شاء الله أحسن ومصر أحسن بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر